نواصل حل تمارين كتب مدرسي ونحن الآن مع التمرين متميز وعني المميز التمرين ثلاثين بدون مميز والتمرين واحد وثلاثين بدون مميز والتمرين ثلاثين بدون مميز إذن سميتها وظيفة منزلية معلومات عن المميز دون حسابه لهم التمرين ثلاثين وثلاثين وثلاثين إذن هذوم التمرين بدون حساب مميز نعرف معلومات عنه نعرف إشارته في الحقيقة قراءة دستورية كذلك كان في القراءة البيانية مثلاً كي يعطيك رسمة كما هكذا يقولك ما هي إشارة المميز المميز موجب تماماً لأن البيان يقطع على محوال فواصلة في نقطتين أي كين تمين واحدة أخرين لقينهم من نوفات معلومات عن المميز دون حسابه كين فيها اللي جبرية كما هذوم التمرين وكين اللي فيهم هندسية يعطيك بيان وتستنتج انتلاقاً من البيان المميز تعرف إشارته موضوعنا لهذا اليوم التمرين اثنان وثلاثون برر أن المعادلة هذه تقبل حلين متمايزين معناه المعادلة من الدرجة الثانية وحلين يتحكم فيها المميز موجب تماماً وماذا يساوي المميز بي مربع ناقص أربعة آسي بي مربع علي عدد موجب ناقص أربعة آسي لو كان آسي سالباً لكان هذا المقدار موجباً والموجب زائد موجب موجب معناها الآف السي يجب أن يكون موجباً إذن التمرين اثنان وثلاثون مجموع وجداء حلين معادلة من الدرجة الثانية سميته كما هكذا والتسمية التاعه في الحقيقة ربما معلومات عن المميز دون حسابه تكون أحسن بصح كان فيها معنى شوف معايا تبرير أن المعادلة ذات المجهول هذه تقبل حلين مما لا تقبل حلين المميز موجب بي مربع ناقص أربعة آسي موجب متى يكون هذا المقدار موجباً تماماً إذا كان آفي سي موجباً تماماً آفي سي سالب تماماً معناها سي على آ سالب تماماً وهذا السي على آ هو جداء الجذرين لو يكون هذا الجداء سالباً فالمعادلة تقبل حلين متميزين لنا من أشارتين متعاكستين وعليه الجداء سالباً وبالتالي تقبل حلين متميزين ولو تستعمل حسبة كازيو لن تجد تنقل في الحقيقة هذه كائنة في الكتاب مدرسي مجموع وجداء جذرين هاي ورها صفحة 46 هاي ورها مجموع وجداء جذرين هاي ورها مقاصدين هذه هاي اذا كان السي على آ سالب فإن المعادلة تقبل حلين تقبل حلين وتفاصيل أخرى إشارتهما مختلفتان اليوم لم يسأل عن إشارتهما مختلفتين سأل عن حلين فقط اذا كان السي على آ سالب لأن الجداء سالب مدام جداءهما سالب لو كان الحلين لو كان الحلين من إشارة من نفس الإشارة سيكون جداءهما مجب ومدام جداءهما سالب نقص ثلاثة في زائد اثنين عدد سالب ونقص ثلاثة وزائد اثنين من إشاراتين مختلفتين هذا هو القصد هنا إذا اللي حبيت نقولها حبيت نقول انظر إلى الصفحة 46 رانيزدت هنا يا انظر للصفحة 46 إذا شو حبيت نقول حبيت نقول تمارين 32 هو تطبيق للصفحة 46 حاولت نقول بلدة التمرين أرادوا أن يعطونا أمثلة على هذه القواعد الموجودة في الصفحة 46 هذا ما أردت قوله في التمرين 32